لو انا باتكلم على رمضان شريف احمد فتحي عبدالله يمكن عبدالله انتو بتصنع عليه النهاردة لكن هل ممكن لما يكون انا بلعب فريق القديم بتبقى عندي حتة التركيز ممكن زيادة عن اللي زوم شوية او في مثلا مش عارف اقولها ازاي بس ممكن ان اقول التركيز زيادة عن اللي زوم وبالتالي تبقى تتعد عن مستوىك ده ممكن اي حصل النهاردة انت شايفوا بالنسبة لرمضان وفتحي وشريف بس انا النهاردة كنت حسن فيه تقسيمة بين النادي الاهلي والنادي الاهلي يعني النهاردة انا حسن النادي الاهلي لا بسزرة ولا بصحمة يعني انت لو بتتكلم شريف اكرامي فتحي حسين السيد رمضان صبحي عبدالله السعيد في حد تاني اقل اتنين كانوا فيهم النهاردة حسين ربنا يشفيه طبعا بالاصابة وشريف واحمد فتحي على فترات فترات وصيارة كان مش كتير يعني لكن الاتنين اللي كان ممكن يكونوا بيقدوا اداء كويس رقم واحد كان عبدالله ورقم اتنين يجي بوراء رمضان صبحي على فترات هل هو ده رمضان خالص ده مش نص مستوى لما كان في النادي الاهلي رمضان رمضان صبحي كان عنده سرعات بالكورة من غير الكورة يخش مره لجوه وعارف التنوع ده بتاع الترئيس مره اللي بره مره جوه ويشتغل الدابل بس على التمنتاشر ويعمل لونجو بس الناحى التانية رمضان كمان كان بيخش ويعمل بلسنج بطن الرجل الناحى التانية حاجات كتير قوي تنوع في الاداء الاداء الكويس لكن رمضان كان بعيد سبب النهاردة وما نبكلم في السبب لا هو في لعيبة لما انه بيلعب النادي الاهلي ده دي حاجة ده سبب من الاسباب انه انا لما بلعب قدام النادي الهديم بتاعي ما بطلعش افضل حاجة عني خصوصا كمان قدام النادي الاهلي في لعيبة مش عايز اقولك متعاطفة مع النادي الاهلي لكن بتحس ان هي صعبان عليها عشان جمهور النادي الاهلي ما يقولش عليها ان انا غدار انا مش عارف ايه هذا ده بقى مختلف خلاص دلوقتي مش الكلام ده اه ما انا بقولك يعني الكلام ده مفيش ده اللي بيمش من النادي الاهلي وزا مالك ببعايز يأكل قلبه بس احنا ما شفناش كده يا بقى اسمع عشان ان هما اصلا مش فايقين يعني الخمسة دول عشان بس ضغط العصر انت دلوقتي ده الخمسة دول فايقين كان بيرامز مش كان هيب افضل من كده مش عايبة في النادي الاهلي مش قدام النادي الاهلي ليه كان افضل واحد فيه عبدالله السعيد وفي حاجة كمان ان المطشات اللي فات كان بجماهير النهاردة من غير الجماهير كمان يعني ده افضل للعيبة دي النهاردة ده افضل حاجة عنده انت مثلا المطش اللي فات اللي هو مش ده اللي فات اه جمهور الاهلي شتامهم وانت سمعت واحنا سمعت حمد الله لا 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 ما فيش جماهير يعني شريف وبعد كده عبدالله وبعد كده رمضان وبعد كده احمد فتحي ما يسابوش حد فده يأثر عليه ده يخليه يخرج بره المباراة انما النهاردة ما فيش جماهير فمفروض ان انت يبقى تركيزك اعلى ما بحدش هيعمل عليك ضغط فانت هتبقى يعني اه ممكن مثلا ما تبقىش اول خمس دقايق عشر دقايق بس بعد كده بترجع للقاء يا بس هؤما ما قدموش افضل حاجة عندهم هو عبدالله بس ايوة ميش ما انا بقول لك هما هما خلاص بص انا وانت قاعدين وكان ابو الذهب ويمكن كان فاروق لسه مجاش كنت جيين اول كرة اللي حسين السيد دخل على افشة فيها قلت له انه مش مركز اول كرة اللي قبل الاصابة دي خالص لان الكرة اصلا لأ هو منه يعني شحن نفسه على الاخر وبيلعب ضد الناد الايل وعزة بقى كويس بقى واحش فهي كرة جاية الافشة بيخد على صدره فبعدد ده دخل فيه ما تسيبه ده هي راحل عبدالله الصعيد فتعرف انه هو يا ام مركز اوي فمش شايف يا ام مش مركز اوي فمش شايف برضا اشتركوا في القناة